بصراحة يعني أنا ما أدري شنو فائدة الدوائر المتعددة يعني هذا البرلمان أفشى البرلمان في تاريخ العراق بصراحة ما أخطل آني بهذا البرلمان أفشى البرلمان أفشى البرلمان صحيح يعني إحنا مجموعتنا للمعترضين سيذهبون إلى القضاء سواء كان عن محكمة الجزائية سواء كان عن محكمة اتحادية بتوجهين سيكون هناك دعاوية ضد رئيس البرلمان بصراحة يعني هو معالجته لإخلال اللي حدث ما كان معالجة قانونية ولا دستورية وكان بدخول العسكر بدخول العسكر يعني ما أنت فرصة هو كان المفروض من يصير إخلال يرفع الجلسة أنا في الدورة الثالثة كان عندنا نفس هذا الحدث الدكتور سليم جبوري كان يعني بصراحة كان يعرف شلون يتعامل مع الآخرين وشلون فأجأ رفع الجلسة وبعدين قال اللي إحنا كنا مجموعة اللي مع الإصلاح وشنا نريد نقي الوزراء وكذا قال لنا تعالوا أنتوا روحوا للقاعة ثانية من يصير الجرس أنتوا لا تدخلون لهذه القاعة خل هم يدخلون هاي القاعة يعني ستسوينا مثل مكان بديل رحنا للقاعة الشبيرة وبعدين غلقنا الباب غلقنا الباب ويعني مشت الجلسة لكن محكمة الاتحادية بعدين هم يعني طعنوا بيها اللغة والجلسة لأن ما يصير أنه يعني بماده وثمانية وثلاثين من الدستور أنه أنت تمنع نائب من يعني إدلاب بحقه بالتعبير عن اعتراضه عن كذا بحرية التعبير فمحكمة الاتحادية يعدها قرار بهذا الشأن هل فعلا أنه العسكر لما دخل قاعة اعتدى على بعض من النواب المستقلين؟ نعم وثقة هذه؟ لا أعلم إن كان وثقة أم لا لكن أنا شاهدت أنه المدافع وهذا اللي صار ما أنه ما أدري شلون يصير رئيس مجلس النواب ما يحترم النواب يعني يخلي العسكر اللي هو عسكر مع كل احترامي وتقديري إلهم كمهنتهم كعملهم كشخصهم بس مو من حقه هو يجي يعتدي على النائب هذا يعني ما صاير بأي بلد بالعالم إلا في أربيل وهس هم ما ديقال دون أربيل يبتوا كلش معجبين بأربيل اشتركوا في القناة